قال رئيس باعتتي الأممية المتحدة لدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إن الهدف من الجولة التي يقوم بها إلى دول جوار ليبيا هو دعم عمل لجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 لتحقيق الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من ليبيا عبدالله باتيلي وعقب استقباله في الخرطوم من قبل رئيس مجلس السيادة العسكرية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان شدد على أن تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا ودفع التسوية السياسية لابد أن يتم بإشراك دول الجوار هذه الزيارة تدور حول هذا الموضوع المهم ننتظر دعم الدول المجاورة لليبيا للعمل مع مجموعة 5 زائد 5 للتحقيق الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب يسعدني أن أقول أن اللجنة بدأت عملها مع أربع دول هي ليبيا سودان تشاد والنيجر وقد أحرز هذا العمل بعض التقدم وحان الوقت الآن لإعادة فرضها ولهذا نحن متواجدون اليوم هنا